جمعة تحرير المدن الإيرترية أيها الشعب الإيرتري الصامد تحية وطنية وبعد نحن أبناء هذا الوطن من جميع القوميات والأقاليم الإيرترية قد عزمنا على التخلص من حكم زمرة الهقدف الذي عانينا منه الكثير نحن واثغون بأن قوة الحراكة المتمركز في الحدود الإيرترية وفي كل أنحاء العالم سوف يحقق أهدافه في فترة وجيزة نحن أبنائكم اتحدنا تحت شعار توحيد الصف من أجل إنهاء حكم زمرة الهقدف عزمنا على إنهاء معاناة شعبنا وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل هذا النظام ففي ظل هذا الحراك ربما يتساءل الشعب الإيرتري عن مهمته ودوره لقد مضى عقدين من الزمان منذ أن تم اختطاف الاستقلال الذي دفعت من أجله القالي والنفيس وضحيت بأغلى ما تملكه من أبنائك الشرفاء لتحقيق النصر لقد تم اختطافه من قبل مجموعة صغيرة لم تحقق لك أبسط الحقوق العامة حقا إنك شعب صبور ولم تفقد الأمل في سبيل تحسن الأمور ولكن طال الزمان والمحن ازدادت سوءا تدهور الوضع الاقتصادي وأصبح الشعب الإيرتري في زيل القائمة وأصبحت بلادنا معزولة تماما بدلا عن توطيط العلاقات مع الدول أصبحت إيرتري علاقاتها مع الجماعات الإرهابية بسبب سياسات النظام عندما نشاهد النظام وهو يقوم بتفكيك وحدتنا التي هي رمز شعبنا من أجل البقاء في السلطة فهذا مؤشر على هدفه لإبادة الشعب والوطن لا يزال شبابنا يفر من وطنه وذلك تفاديا لحملة العقودية التي تمارس تحت مسمى الخدمة الوطنية وتسداد معاناتهم والمخاطر مع بداية رحلتهم من أرض الوطن يطربون بالرصاص من قبل إخوانهم عند أبورهم الحدود أو يثم القبض عليهم أو اختطافهم من قبل جماعة البدو بشبه جزيرة سيناء المصرية التي تربطها علاقات مع النظام الهقدر وتباع عضائهم أو يقتلون أو يموتون قرقا في أعماق البحار وجوعا وعطشا في السحاري هذه الأخبار تتكرر يوميا على وسائل الإعلام فهل يجب علينا السكوت على مثل هذه المعاناة والاستبداد أما أن نقاوم كما قاومنا الاستعمار بالأمس لإزالة هذا الاستبداد للأبد لذلك نرجو من جميع الأحرار سقارا وكبارا إناثا وذكورا العمال الطلاب وأعضاء الخدمة الوطنية ابتداء من هذا اليوم بأن تلازموا بيوتكم وذلك من الساعة السادسة من مساء كل جمعة لإخلاء شوارع المدن الإريترية وذلك تضامنا مع جميع أبناء الوطن من أجل تغيير النظام إذا استطعنا إخلاء الشوارع في كل جمعة فحتما بإمكاننا تغيير زمرة الهقدف في الغدى القريب في الوقت الذي يستعد فيه الشباب الإريتري للتضحية بنفسه نرجو من شعبنا في الداخل المشاركة بإخلاء شوارع المدن الإريترية تغيير هذا النظام هو واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق الجميع النصر لشعبنا الذي لا زال يعاني النصر اليوم جمعة التحرير فلنوحد صفوفنا من أجل إسخاط النظام التضامن الشباب الإريتري من أجل التغيير EYSC ترجمة نانسي قنقر